كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف وأوضح الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أنه لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة 18 شهور كده كنت أتكلم على موضوع التعوين وقلت أنا هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن للقوم المصري طب ليه؟ لأن كانت تقدرنا ساعتها الاقتصادي أننا لا نستطيع أن نفعل هذا من غير أن يكون لدينا رقم معتبر من الأموال التي نستطيع أن ننظم بها هذا السوق عندما نسيبه كده كان ممكن أن نتكلم على أرقام ضخمة جدا أتكلمني في 80 و90 ما هو كده بقى لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي والدكتورة هالة صلاح لي 45 و50 بين الرقم بتاع المشروع رأس الحكمة وبين التفاق مع الصندوق 8 و9 سنحن نتكلم قريباً لتحدث أين أنه سنحني وأستغرق المشروع الأعوال وله كان لدينا فعلت بكثرة أبداً واحدة أشياء موجودة أين يكون كده كده دكتورة و وتفضل استراحل فضالي والاتحاد الأوروبي وأيضاً أي أمور أخرى لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر أن أنا يعني أعمل سعر مرن تبقى للطلب يبقى أنا ممكن أن أنجح لكن غير كده سيبقى فيه مشكلة كبيرة جداً في مصر